السلام عليكم مرحبا بكم في منصة تيوب تعتبر أفريقيا من أفقر قرات العالم رغم احتوائها على ثروات طبيعية كبيرة جدا ولقد تعرضت معظم دول أفريقيا إلى الاستعمار الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا ولقد تم نهب جميع ثروات أفريقيا من طرف هذه الدول مما أدى إلى إضعاف الدول الأفريقية اقتصاديا وتم وضع عملة خاصة لكل دولة داخل أفريقيا من طرف الاستعمار وبعد الاستقلال هناك من غير عملته وهناك من تركها تسير على حالها في هذا الفيديو سنتعرف معا على أغلى عشر عملات في أفريقيا مقابل الدولار الأمريكي لكن قبل ذلك الحين أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديد الفيديوهات في المرتبة العاشرة الجنيه السوداني رغم معاناة السودان من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار فإنها ما زالت تحافظ على قيمة عملاتها وتصنف في المرتبة العاشرة أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 456.50 جنيها سودانيا ويعتمد اقتصاد البلاد على تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية وتعتبر السودان ثالث أكبر بلد مصادر للسمسم في العالم في المرتبة التاسعة الجنيه المصري يصنف الجنيه المصري ثامن أقوى عملة في أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 18.92 جنيها مصريا ويعتمد الاقتصاد المصري على تصدير النفط الخام والقطن والمنسوجات والمواد الكيميائية والغذائية في المرتبة الثامنة راند جنوب أفريقيا تصنف عملة جنوب أفريقيا في المرتبة الثامنة من بين أقوى العمولات في أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 17.05 راندا ويعتمد اقتصاد جنوب أفريقيا على تصدير الألماس والذهب وخام الحديد والسيارات والمواد الغذائية ويعتبر اقتصاد جنوب أفريقيا الثاني أقوى اقتصاد أفريقي وراء نيجيريا في المرتبة السابعة كواشا زامبيا حلت عملة زامبيا في المرتبة السابعة أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 16.47 كواشا ويرجع هذا التطور إلى تنوع صديراتها من النحاس والكهرباء والزهور والقطن في المرتبة السادسة ناكفا إيريتيريا تصنف عملة إيريتيريا سادس أقوى عملة في أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 15 ناكفا ويعتمد اقتصاد البلاد على تصدير الظورة والمنسوجات في المرتبة الخامسة بولا بوتسوانا تصنف عملة بوتسوانا خامس أقوى عملة في أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 12.75 بولا بوتسواني ويعتمد اقتصاد البلاد على تعدين الألماس ويعد اقتصاد بوتسوانا من بين أسرع اقتصادات نموا في أفريقيا وتعتبر بوتسوانا رابع أغنى دولة في أفريقيا حسب نصيب الفرد من الناتج المحل الإجمالي في المرتبة الرابعة الدرهام المغربي يعتبر الدرهام المغربي من أهم العمولات في أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 10.18 درهاما ويعتبر الاقتصاد المغربي اقتصادا خدامات بامتياز ويضم أيضا قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة في المرتبة الثالثة سيدي غانا تعتبر عملة غانا هي الأقوى في غرب أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 8.15 سيدي ومن الأسباب التي جعلت عملة قوية هي تنوع قاعدات الصادرات في غانا في المرتبة الثانية الدنار الليبي قبل الحرب في ليبيا كان الدنار الليبي هو أقوى عملة في أفريقيا لكن بسبب الحرب الأهلية وبعد مقتل معمر القدافي تراجع الدنار الليبي إلى المرتبة الثانية حيث واحد دولار يعادل 4.88 دينارا ليبيا ومن بين الأسباب في قوة العملة الليبية هي تصديرها الهائل للنفط الخام في المرتبة الأولى الدنار التونسي تصدر الدنار التونسي قائمة أغلى العمولات في أفريقيا حيث واحد دولار يعادل 3.06 دينارا تونسيا ومن الأسباب التي جعلت الدنار التونسي تصدر القائمة هو التصدير الجيد لتونس منتجاتها الزراعية والنفطية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر